شدد وزير واشونيا الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في اختتام أشغال دورة العشرين للاجتماع الوزري لدول إفريقيا ودول شمال أوروبا على أن غضت طرف عن الإبادة كاملة الأركان التي تدور رحاها في غزة لا يمكن البتة أن يخدم أمن المنطقة وإنهاء الاحتلال فيها وإحقاق الحقوق لصالح أصحابها الشرعيين لسيما في ظل عودة مظاهر الاحتكام لمنطق توازن القوى ومنطق الأقلية الساحقة على حساب الأغلبية المسحوقة ومنطق الكيل بميكيالين في التعامل مع أبشع الجرائم التي ترتكب بحق شعب بأكمله على شاكلة ما حدث أمس في غزة وسط صمت دولي رهيب وكأن لسان حال المجتمع الدولي يقول سكوت هناك شعب يقتل سكوت هناك شعب يضمر سكوت هناك شعب يهجر سكوت هناك شعب تتم إبادته هذا السكوت في وجه الفاجعة لا يطاق وهذا الشلل وكل المراجع والمعالم والضبابط القانونية الإنسانية تخرق وتداس لا يقبل ترجمة نانسي قنقر